بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبعه ذاه وبعد هل تدرون ما هو أعظم نعيم أهل الجنة؟ أعظم نعيم أهل الجنة ليس في قصورها وليس في أنهارها وليس في ثمارها وليس في ذهبها ولا فضتها وليس حتى في الحور العين التي أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة بل أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى فأهل الجنة نعيمهم الأعظم هو أن يكشف الله تبارك وتعالى لهم الحجاب فيرونه جل جلاله وتعالى في علاه ورؤية الله تبارك وتعالى في الجنة ويوم القيامة ثابتة بنص القرآن الكريم وبنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة منها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي هذه الوجوه ستنظر إلى ربها جل جلاله وتعالى في علاه يوم القيامة ويقول ربنا تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى هي الجنة والزيادة على الحسنى هو رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة كما قاله المفسرون ويقول ربنا تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فسيدنا موسى عليه السلام طلب الرؤية من الله تبارك وتعالى فلو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبها سيدنا موسى عليه السلام لأن سيدنا موسى عليه السلام هو أعلم الخلق بما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى فعندما طلبها موسى عليه السلام دل على أن الرؤية جائزة وأن الله تبارك وتعالى يكشف الحجاب للمؤمنين فيرونه يوم القيامة ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أي لا تختلفون في رؤيته جل جلاله وتعالى في علاه ويحدثنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا النعيم العظيم ففي الحديث الصحيح عن سيدنا صهي بن الرومي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فقالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار قال فيكشف الله لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ثم تلا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسن حسن وزيادة فالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم ولكن هل كل أهل الجنة يرون الله تبارك وتعالى على مرتبة واحدة لا هناك مراتب فالمرتبة الأولى والمرتبة العامة أن المؤمنين في الجنة يرون الله تبارك وتعالى مرة كل أسبوع وهو يوم الجمعة كما جاء في الحديث الصحيح إن في الجنة يوم يأتونه كل أسبوع وهو يوم الجمعة فتأتي ريح فتهب على وجوههم وعلى ثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا لأنهم رأوا الله تبارك وتعالى ومن المؤمنين من يرى الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين مرة في الصباح ومرة في العشي يعني بعد العصر ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحافظ على الصلاة وبالأخص أن نحافظ على صلاة الفجر وأن نحافظ على صلاة العصر لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مدرة ولا فتنة مضلة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين